انا كلمت جميل الحلاق وهيجيب لي سفغة شعر أصفر وهيجيب لي شوية ماء تكسوجين وهرجع زي الأول وأحلى أصفر إيه إنت لو عملته شعرك أصفر إحنا هلبق فمصيبة أكتر من الأول ينافع يا حبيبي فهمني أنا مزدار يبيني أنا بهزر أصفر إيه أنا هزبغ أحمر أصفر والله أحمر ما علشي بقى حاطة عليكو فيلم الجميلة والايرد دوت اوه انا شاكلي جيت فوقت غير مناسب انت فهمت ايه يا سمير؟ وإيه اللي جابك دلوقتي؟ إيه اللي جابك دلوقتي؟ يبقى كده؟ عايزك عالخاص طب ما تبعتلي أبعتلك ايه ونيلت ايه؟ عايزك في موضوع بيني وبينك طب همش أنا يا نافع عشان كده كده اتأخرت عالشول باي باي يا اسكوبار مع السلامة مع السلامة يا ماما خلي بالك من نفسك ها 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 امشي ايدن انت مالك بيه انت؟ اه صحيح كلمتينة و الرد غطاهما يا نافع البيت حيباع يا محمد انافع بيتي؟ طب عبيتي يا لا انت مش مر زمان قالتي لأ أعايزة بيع البيت دو و اولتلك لأ لأ البيت حيباع يعني حيباع يا محمد یا نافع ولو الزوق مش نافع العفية تنفع يا محمد انافع انت بعتاني بقى عشان تجي وتقادت وقوللي شعر قلتلك لأ لأ البيت حيباع يا محمد يا نافع أنا جاي لبيعة في البيت ربعمية وخمسين ألف جنيه حندفع مديونية البيت اللي هي ربعمية ألف جنيه وحيبقلنا خمسين ألف جنيه عارف يعني إيه خمسين ألف جنيه يا محمد ينافع؟ يعني أنا خمسة وعشرين وإنت خمسة وعشرين عارف هتعمل إيه بالخمسة وعشرين ألف جنيه؟ ممكن تتجوز اليمامة اللي لسه ماشية دلوقتي وحجب لها شبكة وعربية وتعمل فرح وهني إيه الهبل ده؟ كل ده بخمسة وعشرين ألف جنيه إنتب تستهبل وبعدين ما إنت عارف إن البيت بإسمي تيتا إنجي إنت الوحيد اللي تقدر تكنح تيتا إنجي